نشوف اتنين من نجوم المباراة مبارحل حقيقة النجم الكبير ايمان اشرف ونجم الكبير حسين الشحات قالوا ايه بعد نهاية هذه المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة اخرى مشاهدين من طبيعي قناة الاهلي في كل مكان على هامش المران الاول للنادي الاهلي استعدادا باير ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للاندية معايا احد نجوم مباراة الامس امام الدحيل وصحب هدف الاهلي الوحيد كابتن حسين الشحات يا حسين في البداية ببارك لك على الاداء في مباراة مبارح وعلى الهدف الغالي جدا بسم الله الرحمن الرحيم حبيبا اميرو ربنا اخليك حبيبا رب الحمد لله والله طبعا ده توفيق ربنا والله ثم اجتهدنا كلنا احنا واللعيبة كلها والجاز الفني كلنا احنا من اول يوم جايين احنا الحمد لله عرفين احنا جايين ليه فالحمد لله هو ده اللي وصلنا لكده يعني احنا نكسب مبارح يعني فالحمد لله مش المشاركة الاولى لك في كاس العالم شركت قبل كده مع العين بالتالي عندك خبرات البطولة قولي كنت بتتكلم مع زماني لك ازاي في الفريق قبل بداية مباراة الدحيل وعلى مدار فترة الاستعدادات اللي فاتت والله طبعا كنت دايما بكلمهم بقولهم يا جماعة احنا فرق الخليج عمتا حتى احنا كنا كنا اللعب الدحيل يعني كاس العالم طبعا دي بطولة اي حد يتمنى لو يلعب فيها فالحمد لله يعني كنت مبسوط لانا هلعب المرة التانية مع النادي الاهلي طبعا فالمرأولوك اتمنى لو كنت مع النادي العين فان شاء الله اتمنى لو نو صرفاين وبإذن الله مع النادي الاهلي ان شاء الله زي العين فالكسة انا كنت بتكلمهم لو يا جماعة انديت الخليج نحن لازم ناخد بانا منهم من اللعيبة بسمنا وما شاء الله على المستوى فاللعيبة مرتاحة نفسياً مرتاحة معناقوياً مرتاحة كل حاجة فاحنا لازم نركز في الماتش فلاازم ننزل نبقى مركزين كلنا رجالة وان شاء الله هنjutر نكسب باذن الله براحة بجمور النادي الاهلي ومشاهدون قناة النادي الاهلي ببارك طبعا للجمور النادي الاهلي على الفوز الفوز اللي احنا فوزنا مبارح ببارك لمجلس الإدارة المنزل الفني طبعاً اللي تاب معنا لفترة الفاتد طبعاً الحمد لله يعني مطشو مهم طبعاً وصلنا قبل نهائي يعني لعب فرقة كبيرة بطل أوروبا دايماً النادي الأهلي كده في مكان كويس يعني الحمد لله ويا رب دايماً كده نفرح جمهور النادي الأهلي يعني مباركة صعبة مباركة؟ طبعاً طبعاً الفرقة كلها أبطال فكل المباركة طبعاً لازم تبقى صعبة يعني فيش مباركة سهلة ناس فيه بعض بيستسل أو فيه ناس كتبتكلم عن فريق الدهيل ما هو يعني فريق مش بطل القارب بتاعته هو متواجد بما إنه يعني صاحب الملعب لا 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 صعب ما فيش كلام ده أنت كل يعني هو بطل الدوري وإحنا ده بطل طبعاً إحنا بطل أفريكي أو عنده عناصر على أعلى مستوى الأجانب واللعيبة القطريين ففريق قويس جداً وإحنا كنا محترمينه فعشان كده ربنا قرمنا وقدرنا أننا نكسب يعني أي من رغم يعني فرق الطول مع مهاجم الدهيل لكن أنت تفوقت عليه في الحقيقة وخدت نجم المباراة إزاي بتقدر تتعامل في المواقف لذلك؟ والله يعني ممكن بتتعامل بزكاء يعني لازم لوحد في المواقف في مواقف كده لازم بزكي شوية بيستخدم عاله أكتر ما بيستخدم القوة بتاعته لأنه هو جسمانه طويل وقوي فلازم تتعامل بزكاء شوية تأخذ الكرة منه تدامه وتزبق شوية طايمينج بتاعك يبقى بادري شوية عنه بس يعني لكن المور حمد لله فيها توفيق كبير من عند ربنا يعني مباراة البايرن بتفكروا فيها ازاي أو هتستعدوا لها ازاي بتلعبوا بطل بطل أوروبا نبتدي بأيمن طيب تشافي أيمن طبعا يعني بطل أوروبا طبعا فريق كبير إحنا طبعا بطل أفريقيا إن شاء الله نعمل مطش كويس أنا عن نفسي كأيمن هبقى نزل مطش طبعا وزمايلي طبعا هبقى هدفنا إن شاء الله نعمل مطش كبير وليلقا ما نكسبش يعني ليلقا ما نوصلش نهائي مفيش لعيب ببقاش عليه ضغوط وبالذات طبعا أنت بتلعب في نادي كبير نادي جماهير كبيرة جدا نادي دايما مطلوب منه اللي أنت تتحقى البطولات فجمهور نادي الأهلي طبعا عايز كل اللعيبة عنده تكون على على مستوى كل مباراة فطبعا كنت بأخدها إيجابية ليا لأن الجمهور طبعا عايزني أبقى كويس وده بأخده حافز ديا للجمهور دايما بيبقى وراك دايما بيشجعك دايما عايزك اللي أنت على على مستوى فكنت بأخد كلهم من كلهم لو أجابي ليا لأ لازم لازم أشتغل كويس لخطر الجمهور الدوات لازم أسعيدهم مع زميلي لازم أقعد بعلاد المسؤولية فكنت بأخده الانتقادات بتأخدها بشكل إيجابي عشان تطور من نفسك واتحق أهداف النمو طبعا يعني مهم جدا طبعا يعني دي حاجة مهمة جدا دايما بعملها كده في حياتي الحمد لله فبنسبة لنا لسه ما عملتش حاجة يعني حتى الجول مبارحة والمكسبة لسه ما فيش أي حاجة احنا نعملاش حاجة يعني ده احنا كده كده احنا لسه بنكتب التاريخ مع النادي الأهل يعني مش أنا بس أنا والفريق كل يعني بس فربنا يكرمنا إن شاء الله ونقدر نسعدهم دايما يعني الجمهور طبعا دايما سند لينا كلنا بقول لكم شكرا طبعا جدا على مسندقكم دايما لي أنا وزميلي وإن شاء الله اللي جاي خير مش الحسين بس لأ للفريق كله احنا دايما مركزين كلنا مع بعض وكلنا على قلب واحد وكلنا إن شاء الله قادرين اللي احنا نقدر نحنا نفرحكم دايما نخليكم أعلى مستوى اللي احنا تفتخروا بجد باللعيبة اللي موجودة في نادي الأهلي في الجيل الموجود وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة إن شاء الله تقدر تفرقوا مين أكتر إن شاء الله